بالبداية أحب أشير لأن حضرتك من أب فلسطيني وأيضا من أم أردنية من منطقة الفحيس بالأردن وأكيد منوجه تحية لشعبنا الأردني الشقيق ومن هنيكي على هذا الإنجاز احكي لنا عن طبيعة مشاركتك وكيف شاركت بها المسابقة أول شيء يسعد صباحكم وأول شيء فخورة أني بمثل فلسطين ومثلت فلسطين في مسابقة ملكة جمال العرب وحصلت على لقب ملكة جمال فلسطين والوصيفة الرابعة لملكة جمال العرب شاركت المسابقة عن طريق الوكيل الأستاذ سامي عصاف حكوا معي جماعة من فلسطين وحكولي عن المسابقة حبيت الفكرة وعرضتها على أهلي وافقوا وقدمت عليها عبيت استبيان وبعته وكمان عملت فيديو عرفت فيه عن حالي وبعته لمصر وأجاني لكبول ومشيت في المصر كنت تفكري قبل هيك صندري يعني بسنين سابقة وانتي أصغر انه بحياتك بتحلم انك تكوني ملكة جمال مثلا فلسطين او تشارك بهاي المسابقة لانك بتهتمي مثلا بالجمال ولا في أسباب تانية خلتك انك تشاركي كنت أفكر بأشياء تانية أكون عارضة أزياء مضيفة طيرون بس ملكة جمال العرب يعني صراحة ما فكرت بس يعني هاي أجتني فرصة يعني حبيت أشارك فيها لانه هدفي من خلالها كان انه مشروع خيري والاشي الشجعني ان اشارك بمسابقة ملكة جمال العرب هو الفكرة الخيرية والمشروع الخيري اللي راح قدمو لبلد في فلسطين حلو وفكرتي بالمسابقة كانت هي دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع واشراكهم في النشاطات المجتمعية والثقافية والزراعية المختلفة هذا كان المشروع اللي قدمتي خلال المسابقة طب احكي لنا قبل ما تشارك بالمسابقة هل كان إليك أي أنشطة خيرية كنت تتطوع بأي مؤسسات؟ خلال فترتي بالجمعية كنت متطوعة في جمعية للأحمر عادت تقريبا سنة ونص مشاركة معهم في عندهم مدرسة للأطفال السمو البوكم كنت دايماً أروح عندهم وأتطوع معهم وكمان كنت أروح زيارات على جمعيات خيرية ولأنه هي السعادة في العطاء زي ما بيحكوا يعني أقل إشي ممكن تقدمي للناس هي العطاء وبدون مقابل طب سندري أدي مهم دعم الأهل هل كان في عندك دعم هل أد من أهلك أنك تطلع وتسافري على مصر وتشارك بهاي المسابقة ويعززوا ثقتك بنفسك؟ أكيد يعني أول إشي بشكر أهلي على الفرصة ودايماً وقفوا جنبي أهلي يعني أمي وخلاتي هم اللي أجوا معي على مصر طلوقتي يدعموني ويشجعوني وبشكرهم كتير حالو كتير طب احكي لنا عن طبيعة الأنشطة اللي عملتيها خلال المسابقة اللي كانت بمصر عكست فيها تراثنا الفلسطيني أو هويتنا الفلسطينية بالمسابقة كان أول إشي معسكر يعني كان تدريب على المشي والحكي وكيف طريقة التعريف عن النافس كيف تقديم المشروع كيف نجاوب على الأسئلة قدام اللجنة وخلال المسابقة كان فيه مسابقة الطبخ وأنا عملت طبخة الفلسطينية المشهورة لمسخن وأطقنتيها وأطقنتها طبعاً طبعاً كتير زاكية وكمان كان فيه المؤتمر الصحفي اللي اتواجهت من خلال ملكة جمال فلسطين لبست فيه التوبة الفلسطيني وكان إلي الفخر أني أمثل فلسطين في المسابقة أكيد وإحنا فخورين فيك سندر قدام مهم أنه قدام ممكن توجهي رسالة لجميع الفتيات في أي محافل بيشاركوا فيها إحنا نلبس توبنا الفلسطيني ويعني نعزز هويتنا وثقافتنا الفلسطينية من خلال ارتداءنا لهذا الثوب اللي بيعكس ثقافتنا مضبوط يعني التوب الفلسطيني بمثل ثقافتنا وكان إلي الشرف والفخر أني أمثله قدام الوطن العربي وبحكي لكل فتاة فلسطينية إنه جمال مش بس الجمال الخارجي الجمال جمال الروح الداخلي يعني قد ما يكون الجمال الخارجي طول ما كان قلبك أبيض وبتعطي هذا أحلى من الجمال الخارجي وإلى جانب كل ما ذكرتي صندر أدي مهم الصبية الجميلة تكون متعلمة تشتغل على نفسها على مهاراتها فحكينا إنه إحنا بالعادة لما بنسمع مصابقة ملكة جمال بنفكر إنه بيركزوا على الطول على الشكل على الحلاوة ولكن عرفنا منك مفاهيم جديدة إنه لا بيركزوا كمان على تعليمك على ثقافتك على كل هاي الأمور مواصفات ملكة جمال العرب لازم تكون الفتاة مثقفة واعية طالبة جمعية أو متخرجة عندها فكرة مجتمعية أو فكرة خيرية تعمل أعمال تطوعية ومش بس بيتمد على الجمال الخارجي جميل يعني كنت مميزة أيضاً صندر أنك حضيتي بدعم أيضاً من الأردن الشقيق فحكي لنا عن طبيعة هذا الدعم اللي حضيتي فيه وصلني دعم من الأميرة دينا مرعد بوجدها شكر وتحية كبيرة وبشكر كمان الدكتورة حنان نصر من مصر هي رئيسة المسابقة اللي دعتني لمصر والوكيل الأستاذ سامي ع الساف وبشكر أهلي وصديقاتي وكل حدا دعمني ووجه لي في هاي المسابقة أكيد يعني لما الإنسان لربما يعني نوعاً ما بيكون يعني أمام جمهور أو بيكون خلينا نحكي أمام جمهور واسع ممكن يتعرض للنقد الإيجابي وفي نفس الوقت ممكن يتعرض للنقد السلبي فأنت كيف تعاملتي مع الأراء أو النقد السلبي من خلال مثلاً منصات المواقع التواصل الاجتماعي كيف تعاملتي مع ردود الأفعال؟ أول إشي يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك فأنا بحترم كل رأيي أو كل كومنت أو تعليق توجه لإلي النقد التعليق الإيجابي كتير يعني انبسطت عليه والتعليق السلبي يعني عادي ما خليته يأثر علي بالمرة بالعكس يحفزني عشان أشتغل على حالي أكتر ويتطور جميل تبحكينا عن خطتك هلا المستقبلي بما أنك انت بلشت بمشروع خيري قدمتي في المسابقة هل ناوية انت تكملي ولا خلص اكتفيتي باللقب اللي حصدتي وهذا هو مزبوط الفترة الجاي إن شاء الله حابة أعمل زيارة لجمعية الخيرية جمعية ياسمين الخيرية حابة أقدم لهم للأطفال هدايا نعمل نشاطات متنوعة لأنه أصغر إشي ممكن أو أقال إشي ممكن أقدم للأطفال هي الإبتسامة والسعادة في العطاء أكيد جميل جدا يعني بالنهاية زي ما حكيتي أنه لما يقترن الجمال الخارجي بالجمال الداخلي تكتمل كل الصورة بالنسبة لدراستك هل أنت بتفكري أنك تكملي أيضا عاد عن حصولك على الباكالوريوس هل أنت عم بتكملي ماجستير مثلا بتفكري أنك تكملي أكتر؟ أنا خلصت باكالوريوس من جامعة برزي تخصص إدارة الأعمال وحاليا بكمل ماجستير تخصص إدارة الجودة في الجامعة الأمريكية يعني خلصت سنة وهلأ منكملتها يعني مركز أيضا على الناحية العلمية والأكاديمية طيب هلأ في ناس كثيرا مثلا بعد ما تحصد هيك لقب تتفكر أنها تتوجه للسوشال ميديا تعمل صفحات تصير يعني شخصيات عامة فهل أنت بتفكري تشتغلي أكتر عمواقع التواصل الاجتماعي تشهري نفسك؟ أكيد أنا عملت صفحة على الفيسبوك وحابة من خلالها أظهر الأعمال الخيرية مش أنه أركز على الجمال لأنه يعني حابة أوصل فكرة الأعمال الخيرية وأتيش المهم الواحد أنه يتطوع عامة للأعمال الخير جميل طب بما أنه حكيت أنه أنت مش حابة تركزي على الجمال حابة أسألك هيك سؤال أخير وممكن كان من ضمن الأسئلة اللي كتير تكررت بمواقع التواصل الاجتماعي يعني كنت من الفتيات النادرات اللي مشاركات مش عاملين ولا أي شيء لا فيلرز ولا بوتوكس يعني جمال طبيعي جدا هل تشعري في الأيام الحالية بطل الجمال الطبيعي مستساغ مثلا صارنا يمكن الملامح اللي أتفش أو الملامح اللي أكبر أو الملامح اللي يعني عاملين فيها أي تعديلات هي المستساغة أكتر فإحكي لنا كيف تعاملتي مع هذا الموضوع أنا الصراحة بحب جمال الطبيعي يعني ما عمري فكرت أنه أغير بحالي لأنه أنا هيك وراح أضلني هيك يعني أدمى ناس حكولي أعملي هيك وسوي هيك بس لا أنا راح أضل على جمال الطبيعي وقديش حلو الثقة بالنفس وقديش القبول الأداة مهم القبول مظبوط الواحد يقبل نفسه كما هو مظبوط يعني الواحد يعني الله خلقنا هيك ليش يعني نلعب حالنا ولا أعدل على حالنا حبيبتي يعني ما شاء الله عنك وكل توفيق لإلك وإلف مبروك وإحنا دائما نفتخر بأي إنجاز فلسطيني على كافة الأسعادة مبروك لإلك ملكة جمال فلسطين ساندر عز للعام 2021 شكرا لكم شكرا للتلفزيون رؤيا ودنيا يا دنيا ويسعد صباحكم يسعد صباحك